بسم الله الرحمن الرحيم جاء مروياً عن سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة ألا أعلمك دعاءً لا يدعو به أحد إلا استجيب له ولا يحيك في صاحبه سم ولا سحر ولا يعرض له شيطان بسوء ولا ترد له دعوة وتقضى حوائجه كلها التي يرغب إلى الله فيها عاجلها وآجلها فقالت السيدة قلت أجل يا أبا لهذا والله أحب إلي من الدنيا وما فيها قال النبي صلى الله عليه وآله تقولين يا الله يا أعز مذكور وأقدمه قدماً في العزة والجبروت يا الله يا رحيم كل مسترحم ومفزع كل ملهوف يا الله يا الله يا رحيم كل حزين يشكو بثه وحزنه إليه يا الله يا خير من طلب المعروف منه وأسرعه إعطاء يا الله يا الله يا من تخاف الملائكة المتوقدة بالنور منه أسألك بالأسماء التي يدعوك بها حملة عرشك ومن حول عرشك يسبحون بها شفقة من خوف عذابك وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني وكشفت يا إلهي كربتي وسترت ذنوبي يا من يأمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساهرة يحشرون أسألك بذلك الإسم الذي تحيي به العظام وهي رميم أن تحيي قلبي وتشرح صدري وتصلح شأني يا من خص نفسه بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماض على ما يشاء أسألك بالإسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وبالإسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاءه وبالإسم الذي كشفت به عن أيوب الطر وتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين وعلمته منطق الطير وبالإسم الذي وهبت به لزكري يا يحياء وخلقت عيسى من روح القدس من غير أب وبالإسم الذي خلقت به العرش والكرسي وبالإسم الذي خلقت به الروحانيين وبالإسم الذي خلقت به الجن والإنس وبالإسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت من شيء وبالإسم الذي قدرت به على كل شيء أسألك بهذه الأسماء لما أعطيتني سؤدي وقضيت بها حوائجي فقال النبي صلى الله عليه وآله فإنه يقال لك يا فاطمة نعم نعم